وبالعودة إلى ملفاتنا المحلية يعيش اليمنيون معاناة تتفاقم كل يوم في جميع أنحاء البلاد وفي جميع أيضا نواحي الحياة وصلت إلى حد العجز عن شراء المواد الغدائية الأساسية ما زاد من نسبة الفقر والعوز والمجاعة وسوء التغذية في ظل الانهيار الاقتصادي التي تشهد البلاد صراع يتبعه أزمات اقتصادية مستدامة في اليمن ثماني سنوات في تعطيل وتدمير حياة اليمنيين والبنية التحتية والبيئة والقطاعات الاقتصادية إضافة إلى نقص الغذاء الذي أوشك أن يكون أكبر مجاعة على مستوى العالم كارثة على الوضع الاقتصادي والإنساني في ظل زيادة أسعار الطاقة والوقود وارتفاع التضخم وانخفاض الدخل وفرص العمل خسائر تقدر بين 170 مليار و200 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي بين الأعوام 2015 إلى 2022 ورغم تقديم أكثر من 20 مليار دولار كمساعدات إنسانية إلا أنها لم تغطي سوى ما بين 10 إلى 12% من الاحتياجات تكلفة المعيشة تضاعفت بنسبة 300% وزادت الحاجة للعمل من أجل تغطية نفقات الغذاء في حين خفضت مستويات التوظيف إلى حوالي 60% أما الريال فقد انهار بأضعاف مضاعفة عما كان عليه ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية في ظل انقسام السلطة النقدية والعملة الوطنية بين صنعاء وعدن إلى عملتين ذات قيم ومزايا مختلفة النشاط الاقتصادي تعرض لأعمال عدائية وتوقف الخدمات الأساسية منها الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنشاط الصناعي وهو ما تفاقم مع تعدد نقاط التفتيش والجبايات والازدواج الضريبي وارتفاع تكاليف التأمين ويشكل انتاج النفط بالنسبة لليمن 60% من موارده على الرغم من التحسينات الطفيفة التي شهدتها الفترة الأخيرة لكنه توقف عن الانتاج والتصدير نهائيا منذ استهداف ميليشيا الحوثي على حقول وموانئ تصدير النفط وهو من عكس على صرف مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية أمام هذه الأزمات المتراكمة يعيش المواطنون مأساة في جميع نواحي الحياة المعيشية والخدمية وصلت إلى حد العجز عن شراء المواد الغذائية الأساسية ما زاد من نسبة الفقر والعوز والمجاعة وسوء التغذية التي تتزايد يوما بعد آخر نتيجة الحرب والأوضاع التي أفرزتها في البلاد وفق تقارير الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر